تعالوا نشوف السؤال الأول السؤال الأول بيقول اسم المضلع اللي بتكون من ست أضلع هيبقى اسمه إيه؟ أكيد هيبقى اسمه سداسي الأضلع وده اللي هنكتبه هنا السؤال الثاني عايز يعرف المضلع المكون من ثلاث زوايا أكيد المكون من ثلاث زوايا بيبقى مكون من ثلاث أضلع زي ما تعلمنا في الدرس اللي فات إن من خواص المضلعات عدد الأضلع بيساوي دايما عدد الرؤوس أو الزوايا يبقى الشكل الهندسي اللي عندنا هو المسلس في السؤال الثالث مش بيوصف الشكل يبقى هنحتاج نعد الأضلع علشان نسمي الشكل دعالوا نعد الأضلع اللي عندنا أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة خمس أضلع يبقى اسم الشكل خماسي الأضلع وهو ده اللي هنكتبه هنا في رقم أربعة بنفس الطريقة هنعد الأضلع بتاع الشكل هنلاقيهم تمن أضلع يبقى الشكل هنسميه سماني الأضلع في رقم خمسة بيسأل عن المضلع المكون من أربع أضلع يبقى على طول عدد الأضلع بيقول لنا اسم الشكل يبقى رباعي الأضلع وفي رقم ستة هنلاقي عندنا شكل هندسي لو جينا نعد الأضلع بتاعته هنلاقيهم أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وبالتالي هيبقى اسمه سماني الأضلع عايز أقول لكم أني في المسألة رقم ستة نقدر نحدد بسهولة أنه شكل سماني الأضلع على عكس المسألة رقم أربعة وده لأن رقم ستة أو الشكل اللي موجود في رقم ستة هنلاحظ أن أضلعه كلها متساوية في الطول وجميع الرؤوس أو الزوايا بتبقى متساوية في القياس وده بنسميه مضلع منتظم تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن